أشهر وأظهر الاجتهادات في حضرته عليه الصلاة والسلام وهذا كان في غيبته مسألة علي لكن في حياته مسألة اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه أتي به ليحكم في بني قريبة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم سعد قال قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقعد عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال عليه الصلاة والسلام قضيت فيهم بحكم الله عز وجل وفي رواية بحكم الله من فوق سبع سماوات إذن سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه اجتهد هنا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر لأن بني قريبة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد اختاروا سعدا أن يحكم بينهم وسعد لم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام بما أحكم لكنه حكم بأن يقتل المقاتلون من أولئك القوم والذراري تسبى فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر سعدا أن حكمك وافق حكم الله عز وجل موضع الشاهد من أن الصحابة كان بعضهم يشتهدون في حضرته صلى الله عليه وسلم وهم مطمئنون لماذا مطمئنون؟ لأنهم يعلمون أنهم لم يوفقوا في الاجتهاد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقرهم على ما اشتهدوا فيه لن يقرهم على ما اشتهدوا فيه وهذا يجعلهم مطمئنين نظام الله تعالى عليهم وأرضاهم والمقصود أن تكون هذه الحلقة عن الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم الذي عليه جمهور أهل العلم واجتهاد الصحابة بين عينيه صلى الله عليه وسلم في حضرته أو اجتهادهم كما وقع لعليه رضي الله عنه الكثير في غيبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم